إن شاء الله الفوز يكون النهاردة من نصيب النادي الأهلي ويحقق الثلاث نقاط عندنا سقعة كبيرة جدا 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 في لعبتنا وفي الجهاز الفني في المنظومة ككل إن شاء الله النهاردة بداية إن شاء الله الانطلاقة للمنافسة للتأهل إن شاء الله لدور الثمانية ونرفع رصيدنا لأربع نقاط ونقرب شوية من الهلال وصندونز وبعدين نبقى نتكلم بقى على الماتشات اللي جاي طبعا نعدي بس الأول من ماتش النهاردة عندنا بعد كده ماتش مهم جدا 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 أقول سانداونز ولا أقول المقاولين كمان يومين مش عارف يعني في البطولة دي عندنا ماتش مع سانداونز يوم السابت الجاي سانداونز في جنوب أفريقيا ولازم إن شاء الله إن شاء الله نعمل فيها نتيجة إيجابية على الأقل على الأقل تعادل بإذن الله رب العالمين أو مكسب للنادي الأهلي علشان نتخطى المرحلة الصعبة دي وما نعودش نحسبها بقى آخر ماتشين ولو هنعمل مع الهلال كذا لا ما القطن هنروح نعمل لا أنت مطالب طالما أنت تلعب على فرص التأهل في المجموعة مطالب إنك تكسب الأربع ماتشات الجايين على أقل تقدير ما تخسرش ماتش سانداونز وتكسب الماتشين التانيين اللي هم القطن والهلال السوداني هنا إن شاء الله وربنا يسهل بقى في ماتش إيه الهلال السوداني وصانداونز في السودان ماتش النهاردة زي ما قلنا لحضراتكم صعوبته مش في موقف النادي الأهلي لأن الموقف ده تعرضنا له كتير قوي وإحنا اللي حطينا نفسينا في الموقف ده وإزي ما قلت لحضراتكم اتعرضنا له مرتين ثلاثة وقدرنا نسعد ونوصل للنهاية وخدنا لقب واثنين بس كانت فيه ظروف بقى اللي حضراتكم عارفينها في الثالثة عشان كده ضعت مننا كان فيه بعض التأثير مننا أكيد كان فيه بعض التأثير مننا ولكن الظروف المحيطة كلها ما كانتش في صالحنا اللي عايز أقوله نحنا عندنا صغة كبيرة في اللعيبة دي لأن لعبتنا دي هي اللي جابت لنا سبع تامن بطولات في سنة وعشر شهور هم هم نفس اللعيبة دي أحيانا بنلوم بنعاتب إحنا جمهير النادي الأهلي وده وضع طبيعي لأن أنا بحبك لو ما بحبكش وما بحبش الكيان العظيم اللي هو النادي الأهلي مش هعبك ولا لومك حسيبك تغرق مفيش مشكلة مش هقولك حتة اللوم والعتاب وانا عايز منك كذا وانا شايف ان انت عندك الأحسن وياريت الأحسن يطلع لأن النادي الأهلي يستهل أكتر من كده مش هاولي الكلام ده بس هي المحبة اللي بتخلينا نعمل كده ومتزعلوش أبدا من الجمهور اللي بيعاتب واللي بيلوم الجمهور بيزعل ومن حق جمهورون يزعل انت من حقك كمان أو دورك كلعيب انك تزعل لما تبقى وحش على فكرة كمان في حاجة المفروض لعيب الكورة في النادي الأهلي في الفرق الكبيرة يعملها ان انت بتقف بعد كل ماتش تحاسب نفسك لو كويس بتحاسب نفسك ولو وحش بتحاسب نفسك انت قضر واحد بمستواك وباللي انت عملته في الماتش أحيانا في ساعة المكسب المدير الفني أحيانا مش كلهم طبعا أحيانا ما بيرضاش يتكلم على بعض العيوب اللي حصل عشان الفرق كسبتول ماتش عده بس في مديرين فنيين طبعا ما بيعدهاش انما انت كلعيب حتى وانت كسبان لازم تحاسب نفسك فما بالك بقى لما تخسر وانا بسمي التعادل اللي فات مع الدخلية خسارة للنادي الأهلي خسارة لان كان فيه أخطاء مش عايز اقول سازجاو لكن أخطاء يعني متكررة كلفتنا نقطتين كانوا هيكونوا قوة في زيادة الفرق اللي بيني وبينها ربونفسين اللي هو بيرامز وفيوتشر لليوم تسعة تردين نوضا ولكن اللي عايز أقوله ان الاسبوع ده خدمتك النتائج وكأن الاسبوع لم يلعب النتائج خدمتك وكأن الدوري بيقولك لا أنا عايزك أنا عايز البطل عايز البطل العظيم بتاع الدوري عايز البطل بتاع أرقام القياسية بتاع الدوري بتاع بطولة الدوري عايز أرجع تاني المكاني في الجزيرة والكل بلعب لصالح النادي الأهلي فالوضع الطبيعي أنا بقى الأخطاء دي أستفد منها الأخطاء دي ما تتكررش تاني سواء أخطاء دفاعية أو أخطاء هجومية مشوار المحلي حيكون لي استعداد تاني أكيد وإن شاء الله نكمل المسيرة وإن شاء الله نرجع بطولة الدوري ودرع الدوري المكان والطبيعي في الجزيرة إن شاء الله لكن في أفريقيا المهمة صعبت جدا 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 وعندنا لحد يوم 31 مارس أربع مباريات لازم لازم تحسمهم في النهاية بالوصول لدور التمانية إن شاء الله ماتش القطن الكاميروني نهارده البداية لازم تركيز لازم نقلل الأخطاء لأن زي ما شفنا في الماتشات اللي فاته أخطاء كلفتنا كتير قوي 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 خصوصا أن أنت بتكون مقدم عرض متميز وبتقدي كويس ومرة واحدة الأخطاء الفردية بتفقد الفريق نقاط سهلة جدا 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 ماتش في إيدك النقاط بتاعته لكن فجأة مرة واحدة تلاقي نفسك خسران نقطتين خسران مباراة ماتش النهارده لا يحتمل الأخطاء ماتش النهارده لا يحتمل الأخطاء لابد من التركيز النهارده لابد من التركيز هتقول لي طب نجيب هدف مبكر آه أنت ممكن تقعد شرط ما تجيبش هدف بس أنت على الأقل ركب الجيم من أوله مفيش أخطاء حييجي الجول مفيش تسرع نحن نحب دايما أن نبقى راكبين الماتش من أوله عايزين نجيب جول من بدري عشان نحسم الأمور عشان إحنا اللي نفرض سيطرتنا عشان الفرقة التانية تفتح وإحنا الماتش يتسهل لنا حتى لو مجاش الجول بدري برضو عندنا الهدوء وعندنا الثقة في نفسنا إن إحنا نكسب إن شاء الله ولكن الأخطاء الأخطاء يا ريت النهارده ما يكونش فيه أخطاء تماما إن شاء الله المنافس مش عايز أقول مس سهل ومس صعب ما إحنا أقولنا الكلام دوت في سانداونز سانداونز فرقة ممكن تكسب وفرقة سهلة تخسر بطريقة لعبوهم وسلوب لعبوهم بس أنا أدتهم الفرصة في الماتش اللي كان هنا اتنين اتنين كنت اتنين واحد وخلاص يعني أنا كسبان حتى لو مكنتش فيه الحالة الأفضل بتاعتي إنما أنا كنت كسبان كان ممكن حافظ على المكسب نادي الأهلي نادي كبير الكبير يعرف يحافظ على المكسب إزاي حتى هو مش في أفضل حالاته حتى هو مش في أفضل حالاته المنافس النهارده مش عايز أقول برضو صعب ومش سهل لا هو إن شاء الله في المتوقع إن شاء الله عشان ما عادش يقول لي بعلماشي انت عملت قولي إن الماتش سهل أنا ما قلتش كده إن شاء الله في المتناول ولكن لابد من التركيز من أول ثاني فريق القطن اتعرض لهزمتين على ملعبه ولكن لابد من احترام المنافس لابد من احترام المنافس لأن القطن ما عندهش حاجة يبكي عليها حتى المدير الفني في المؤتمر براها قال لك إيه أنا عارف إن إحنا أضعف فرق المجموعة بيرفع الضغوض عن عن لعبته طبعا إنما إحنا يعني بنعمل فرقة جديدة معظم مولاد صغيرة وده مشروع وحنجني ثماره يعني بعد سنين إن شاء الله عايز أقدم نفسي بصورة جيدة وهو ده اللي بيبحث عنه القطن الكاميروني ولكن تعال أنت بقى كنادي أهلي المطلوب الفوز بكل الطرق المشروعة ولا بديل عن الفوز مناش دعوه أنا بلعب مين النهاردة والله لو بلعب أحسن فريق زي النادي الأهلي ولو حتى من بلعب زي ما نقول فرقة كبيرة وفرقة عظيمة أنا النهاردة عايز أكسب بس عايز أكسب ماتش ممكن يكون صعب لسه مش عارفين السيناريوات حدي حصل إيه يعني كل واحد بيقول إن لو جبنا جول في الأول إن شاء الله يخفف من علينا الضغوط إن شاء الله يفتح لنا الماتش إن شاء الله يبقى النادي الأهلي يراكب الجيم من أول لكن إحنا ما عارفش استناء راح يبقى شكله إيه في صعوبة كمان النهاردة لكمية الغيابات والإصابات في صفوف الفريق كتير جدا 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 النهاردة يعني عندنا حسين الشحاد محمود متولي خالد عفتاح أحمد عبدالقادر وكلهم عناصر أساسية كلهم عناصر أساسية عمر السلية تخيل يجيب عنك كل ده فده برضه بيصعب الماتش شوي بالرغم إن إحنا عندنا ثقة في اللعيبة الموجودة لعيبة المتواجدة محمد الشنوي محمد عبد المنعم محمد فتحي وياسر إبراهيم وقفشة وطاهر وعلي معلول وقندوسي ومحمد شريف وبرسي تاو وشادي والمجموعة كلها الموجودة في آيما النهاردة كلنا كلنا عندنا ثقة فيها طبعا مصر كولر دايما ما بيحبش يعلم عن الآيما ودايما بيبقى عنده تغييرات كتير وخصوصا في الجزء الأمام النهاردة مجبر بعض الشيء على بعض التغييرات لكن لعيبة النادي الأهلي على مدار التاريخ عودونا في المواقف الصعبة بيظهر دورهم الأساسي وبيكون لهم مواقف حسم في الملعب هاتوا كل المواقف الصعبة للنادي الأهلي هتلاقوا لعيبة النادي الأهلي شكل تاني لعيبة النادي الأهلي عدت إزاي المواقف الصعبة دي تركيز والتوفيق من عند ربنا تركيز بس في الملعب لما بيغيب التركيز وفي نقطة عايز أتكلم فيها برضو لازم الواحد يتكلم فيها ولازم نشوف لها حل إحنا ليه دايماً بعد كأس العالم الأندية دايماً بعد ما بنرجع بيحصل تزبسه في المستوى بيحصل تزبسه في النتائج ليه؟ برضو محتاجة يعني محتاجة نظرة تتعالج إزاي؟ محتاجة برضو محتاجة نظرة ونشوف إيه الأسباب الإصابات الكتير اللي يليوميندول طيب واحد يقول لي يعني واحد قال لي أنتوا عمليين تكلموا على الإصابات 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 طب ما هو مستر المارسل كولر قال لك عشان أتجنب الإصابات دي وتجنب حالات الإيجاد بعمل كل ماتش تدوير طب إيه الإصابات العدلية اللي بتحصل؟ برضو عايزين نتكلم فيها لازم يبقى فيه نظرة من الجهاز الفني مدرب الأحمال لازم يشوفوا الحتة دي ليه بيحصل كده؟ بالرغم من أن فيه عمليات تدوير كبيرة جداً 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 يعني كل ماتش لما بتيجي تشوف التشكيل تلاقي نص التشكيل غير الماتش اللي قابل فبرضو يعني فيه حاجات فيه نقاط معينة لازم لازم الجهاز الفني يبص عليها ولازم يعليقها مستر مارسل كولر هو بيجهز اللعيبة كل مورا حسب اللعيبة المتاحة ليه يعني هو كل ماتش يلاقي اتنين تلاتة مش موجودين فهو بيحاول يجهزهم برغم من أن التوقيت صعب قوي التوقيت بين الماتش والتاني صعب قوي يعني أنت بتكلم على يومين وبتلعب ماتش احنا مخلصين من يومين وبنلعب ماتش النهاردة حنخلص النهاردة بعدها بيومين حنلعب ماتش المولين في الدول تاني يوم أو في نفس اليوم حنطلع على جنوب أفريقيا بعدها بيومين حنلعب جنوب أفريقيا بجنوب أفريقيا يعني مكنة ده حتى لو مكنة مش ممكن يكون كده ولكن زي ما أقول لحضراتكم هو ده النادي الأهلي النادي الأهلي في الصعوبات بيعرف طبعاً